نحن في حاجة شديدة ماسة إلى الالتفاف حول كتاب الله في هذه الأيام الحالكة الظلمة في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والمخرج من الفتن هو الوقوف بالقرب من ربنا جل وعلا فإذا ما تقربنا إليه أوجد لنا المخارج من كل فتن فبتقوى الله عز وجل ننجو بمشيئة الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وبالتوكل على الله تبارك وتعالى يكفينا ربنا تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أليس الله بكاف عبده بلى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل ويختم ربنا تبارك وتعالى الآية باستفهام أليس الله بعزيز ذي انتقام بلى الله عزيز ذي انتقام سبحانه وتعالى فالفتن كثيرة والمحن كثيرة ولا بد أن نعلم بأن كل شيء يحدث في كون الله إنما يحدث بعلمه وإنما يحدث بحكمته وبتقديره وتدبيره فما شاءه الله تبارك وتعالى سيكون والشيء الذي لم يشأه الله تبارك وتعالى لن يكون أبدا فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر وأمر الله الذي سينفذ على العباد جميعا فلابد من أن نعلم أن لنا ربا يدبر أمرنا ونحن نتوكل عليه ونتقرب منه جل وعلا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ أهلنا من كل مكروه وسوء فالفتنة شديدة وينبغي أن لا نخوض مع الخائضين وينبغي أن لا نثرثر مع المثرثرين وإنما ينبغي أن نكون مع رب العالمين نلتف حول كتابه ونلتف حول سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى قول علمائنا وإلى قول أشياخنا في مثل هذه الفتن حتى نكون على بصيرة من أمرنا وينبغي أن لا يرفع مسلم سلاحا في وجه مسلم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار